في محافظة المهرة البوابة الشرقية لليمن التي طالما كانت أكثر المناطق اليمنية هدوءا ثم تتوتر غير مسبوق وصراع إقليمي ودولي للسيطرة على المحافظة الواقعة على بحر العرب تواجد إماراتي تلاه سيطرة سعودية على الأرض والمنافذ البرية والجوية والبحرية وإنشاء قاعدة عسكرية سعودية بعيدا عن التنسيق مع الحكومة الشرعية أو ما يستدعي وجود تلك القوات أصلا احتجاجات تصعدت فيها المطالب وارتفع سقفها لدرجة وصف التواجد السعودي الإماراتي في المهرة بالاحتلال ورفع المحتجين ستة مطالب مقابل إنهاء الاحتجاجات الجمعة الماضية شهدت نهاية سعيدة للمحتجين حين تم التوقيع على اتفاق بين السلطة المحلية والقوات السعودية نص على خروج القوات السعودية من المنافذ البرية الاتفاق سمح باستيراد البضائع التي كانت تحالف قد حضر استيرادها بحجة استفادة ميليشيا الحوثي منها في الصناعات الحربية لم تدوم الفرحة طويلا بسبب إصدار الرئيس هادي قرارات جمهورية قضت بإقالة وكيل محافظة المهرة علي سالم الحريزي ومدير أمن المحافظة اللواء أحمد قحطان على خلفية تصدرهما لاحتجاجات المعارضة للتواجد السعودي الإماراتي تغييرات تكشف عن خفايا صراع وانقسام وتضارب مصالح وأجندات دولية في صفوف حلفاء الأمس وخصوم اليوم حيث يصر هادي بشكل غير مسبوق على خلط كافة الأوراق والتحرك بشكل غير مدروس في المهرة رفعت لافتة السيادة وخلفها كانت الأطراف الإقليمية تشهر سكاكينها لتمزيق ما يمكن تمزيقه فيحضر قميص عثمان ويغيب القتل وينتقل الصراع لمرحلة أكبر من المكر في انتظار الفرصة المواتية للانقضاض أكثر المهرة هدف استراتيجي للوجود السعودي تحت لافتات كثيرة منها ما هو اقتصادي وسياسي وعسكري وجزء من صراع التاريخ والجغرافيا واستخدام اليمن لإشباع النهم السعودي في التوسع ومحاصرة جيرانها المهرة لم تكن يوما بعيدة عن هم الاستقطاب الإقليمي والدولي فثم جسور بين المهرة وسلطنة عمان ومثلها بين المهرة والإمارات والسعودية وهناك خلفيات لصراع ما زال حاضرا واتهامات باستخدام منافذ المحافظة كبوابة عبورا لتهريب السلاح للميليشيا وهو ما تنفيه السلطة المحلية وتؤكده قوات التحالف في سياق الأزمة اليمنية ثم تتفاق بين الإمارات والسعودية على تبادل الأدوار وتوزيع حدود السيطرة الميدانية بين الطرفين على المناطق اليمنية فحين تسيطر القوات الإماراتية على المنافذ الجنوبية الغربية للبلاد تسيطر المملكة على المنافذ الشمالية الشرقية الشرعية الغائب الأبرز عن جميع الاتفاقات والتسويات وحين تحضر يكون حضورها بمثابة الصخرة التي تسقط فوق الرؤوس التي تنتصر لها تسيطر المترجمات في القناة